أولانا اليوم محطتنا الحقيقة محطة مهمة وملهمة مع إمام المجددين الإمام محمد عبده أولاً ماذا يقول عنه في الدكتورة علي جوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا محمد عبده وهباه الله سبحانه وتعالى فكرة الإصلاحي وفكرة تجديد ودائماً بنفرق ما بين الإصلاح والتجديد أن الإصلاح بيفترض أو بيرى أن ما سبق كان خطأاً والتجديد يرى أن ما سبق كان خيراً ولكن لكل زمان واجب يجب علينا أن نعيشه ويجب علينا أن ندركه ويجب علينا أن لا نقصر في فعله محمد عبده كان يجمع بين الاثنين فهو مصلح ومجدد ومن هنا نرى أنه في مشروعه التجديدي أراد أن يتعامل مع الواقع يتعامل مع الواقع أي أنه يريد أن يدرك الواقع هذا أولاً وثانياً يريد أن يتفاعل مع الواقع هذه ثانياً وثالثاً يريد أن يؤثر في الواقع وأن يغيره إذا كان يحتاج إلى تغيير فهذا هو مشروعه التجديدي الذي يبدأ من التعامل وليس إدراك فقط بل التعامل مع الواقع رأيناه هذا وهو في الواقع المصري رأيناه هذا وهو منضم إلى الثورة العربية رأيناه هذا وهو منضماً إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني ثم يختلف معه من أجل أيضاً قضية التعامل مع الواقع كان جمال الدين الأفغاني يقدم الدولة على الأمة يقول لا إحنا نبدأ بالدولة نستولي على الدولة نتحرك من الدولة ثم بعد ذلك نحمل الأمة حملاً على الالتزام على التطوير على التغيير على الانطلاق على الحضارة على التعليم كل هذا لابد أن يأتي من فوق إلى تحت الإمام محمد عبدو كان يرى العكس كما أفاض في ذلك رشيد رضا فيه الأستاذ الإمام كتاب في ثلاث مجلدات يترجم فيها لشيخه رشيد رضا ما شافش جمال الدين الأفغاني لكن شاف محمد عبدو وهو أنه يقدم الأمة على الدولة ترجمة نانسي قنقر